هنا برجة عضو لا مازالوا ولا واقع نخليهم غرضوا يشوفوا واقع تبون زيت لهم نهار كانوا لي خليهم ديفيلي ديفيلي غضوا ان شاء الله تعال تعال العسكر طب كويس يا جماعة مادام صوفيا بطيخة صوفيا باتمان صوفيا بالحليب صوفيا محلوبة انتوا عارفين طبعا انا بقولها يا محلوبة ليه المهم يعني مادام صوفيا باتمان صوفيا بطيخة بتقول انه خلاص الجزائر قررت انها تطعطي مهلة للمملكة المغربية وما تقطعش عليها الكهرباء دلوقتي لان هما كانوا قايلين ان هما يقطعوا الكهرباء عن المملكة المغربية و 31 فات 31 و 31 و 3 والكهرباء ما قطعتش في المملكة المغربية اذا الجزائر رجعت في كلامها او مادام صوفيا بطيخة صوفيا محلوبة صوفيا باتمان رجعت في كلامها بس يعني انت وثق من الكلام ده مادام صوفيا يعني يريد تطمنينا منذ ساعات لم يكن هناك اسباب واضحة لهذا الانقطاع الكهربائي الذي عمل بلاد كان هناك غضب عارم للتونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي المعلومات المتوافرة حول اسباب هذا الانقطاع المفاجئ للكهرباء نعم ما اثار الرعب بدقة هو ان الكهرباء قد انقطعت على مستوى كامل البلاد التونسية اه حضرتك غلطتي مادام صوفيا باتمان ايو الحقي بسرعة اه لو محطة كوكب لالله معي ايو يا فن اه انتوا قطعتوا النور على تونس انتوا غلطتوا اه انتوا مادام صوفيا بطيخة صوفيا محلوبة كانت قيلة وهي بيتم حلبها كانت قيلة ان الكهرباء هتقطع ان انتوا يعني في كوكب لالله هتقطعوا الكهرباء عن المملكة المغربية هو 31 انتوا كده غلطتوا قطعتوا الكهرباء عن تونس اه جات في تونس شوفت القصة دي فاردت شوفوا الموضوع ده بجد يعني لان انا الان جدا عايزين نتطامن على اخواتنا التوانسة بقى هل فعلا ان الكهرباء يعني كده بيقولك عمة البلاد فهل انتوا لو اعطيين الكهرباء عليهم ولا ايه عايزة عرف بس كوكب لالله هو اللي قطعت الكهرباء على تونس ولا ايه انتوا كنتوا قصدين المغرب اه ما انا عارف بقى اخفتوا ولا ايه طيب يا يا نجد اطعلكم تري سيتي حبيتوا ولا كرهتوا اه مادام صوفيا بطيخة مش عايزة تتهد مش عايزة تسكت صوفيا بطيخ مادام صوفيا بتمان ما تشوف المحلبة بتاعتك يعني يا ريت انت تستغلي في انتاج الحليب انت ما تطلعش تتكلم عن الكهرباء انت ليكي يعني استخدامات تانية ما اعلن يعني من القصة دي دلوقتي انا ما بقيتش فاهم حاجة مادام صوفيا بتمان او صوفيا بطيخة عمالة تقول انه الكهرباء انه الجزيرة هتطع الكهرباء عن المملكة المغربية ثم فجأة طبعا ده ايه كلام وايه هطل فايه هبل واحنا عارفين ده كويس ثم فجأة الكهرباء قطعت عند تونس وما قطعتش في المغرب استنينا يوم واحد وثلاثين مسكنا الشامع كلنا انا واخواتي المغربة ومسكنا الشموع وعاديم استنينا الكهرباء تقطع ما قطعتش قلتي يمكن اتأخروا شوية طب يا اخواتي المغربة نمسك الشامع يوم واحد نوفمبر يمكن اتأخروا يوم ولا حاجة مسكنا الشامع ما قطعش اتنين نوفمبر برضو مسكنا الشامع انا واخواتي المغربة وجاهزنا نفسنا ما قطعش لحد نقاردة ما قطعش. فعايزين نعرف المدام سوفيا باتمان وكوكب لالا التصريعات اللي هم قالوها وقعدوا يهددوا فينا. بقالهم دخلين في شهرين. احنا هنقطع الكهرباء عن المغرب. هنقطع الكهرباء. ما هو فيش حاجة قطعت. جات في تونس. فعايزين نعرف بقى من اخواتنا التوانسة. هل الجزار هي اللي قطعت عليك الكهرباء ولا ايه? لان برضو التونسي لما هتجوا تقول له الجزار هتقطع عليك الكهرباء ومدام سوفيا محلوبة بتقول انها هتقطع عليك الكهرباء. التونسة هيحدفها في حاجة في الشهر. هيقول لها انت عبيطة يا ولية ولا ايه? فانا رأيي يعني تقديرا للظروف اللي احنا فيها. وان الولية دي مدام سوفيا محلوبة بتقول كلام ملوش لازمة كتير. اي حد في اخوات المغربة اخوات التوانسة عنده جنبه مصنع لانتاج الجبن ياخد مدام سوفيا باتمان سوفيا محلوبة يتم حلبها وتونت الجبن. هتكون قفية كتير جدا من الهابل والهات اللي هي طلع بتعمله كل يومين على القنوات ده. ولا نلاف كوكب لا الله. حاجة غريبة جدا انك تطلع تقول كلام 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 وما فيش فعل. وانا عارف انه مش يبقى فيه فعل. وقاديم بقالنا شهرين بنترع عليك يا صوفيا محلوبة. وبنترع على كل واحد قال زيك انه الجزائر هتقطع الكهرباء عن المغرب. فين يا حبيبي الكلام ده احنا مفيش الكلام ده خلاص. الكلام ده اعدنا للترع عليه واحنا عارفين انه مش يحصل. فيا اي حد من اخوات المغربة الكهرباء قطعت عنده يوم واحد وتلاتين بسبب الجزائر ياديت يقول لنا. عشان بس ما كونش هنال مضلل يعني. ولنا الله في كوكب لا الله. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بالزاف. حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لنا الله في كوكب لا الله. عنديكم مفاجأة كبيرة ان شاء الله قريب جدا خلال ايام. اتمنى تعجبكم المفاجأة دي. وكمان عايز اقول تاني ان القناة الجديدة بتاعتي لها تبقى مخصصة لللايف موجودة في الوصف بتاع الفيديو تحت. اتمنى كلكم تشرفوني هناك. اسمها بلاك مجد تو ابن المغرب. واتمنى دائما اكون ابن المغرب واخ للمغرب. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. واشكركم مرة اخرى. والسلام عليكم. احمد حلمي يطلب مساعدة جمهوري المغرب. صورة تنتج معه مع احد معجبيه. وطالبا من الجمهور المغربي ان يساعده في توصيل الصورة للشاب. حلمي وعده انه سيرسل له الصورة. احمد حلمي متلاعب مع فوزي لقجع. انت متفق مع المخزن حلمي. اصل هو في اخر الفيديو جمان وفي تصريحاته الاخيرة. قال ان المغربة شعب الكرم والجود. واتكلم كويس جدا على الشعب المغربي. ولما التقى بالشاب المغربي ده. والولد ما صورش بموبايله عشان موبايله وفصل شحن. فاحمد حلمي قال له هصورك وابعت لك الصورة. وبعد الناس ياخد رقمه. فنزلها وطلب من الجمهور المغربي مساعدته عشان ينشروا الصورة دي عشان الولد يوصله ان احمد حلمي عايز يبعط له الصورة. فاحنا كلنا هنساعم في نشر هذا الفيديو. وانساعد احمد حلمي ان هو يوصل لهذا الشاب المغربي الجميل. وكحاجة جميلة كده لان احمد حلمي اشاد جدا بالشعب المغربي. وقال مبسوط جدا بكرامهم واخلاقهم وكرم اخلاقهم وزقهم. الله عليك الله. انت اكيد متلعب مع لقجع زي. اصلا انا متلعب بهذا المغربي سمakes فلوس من المغزن. في اقة嘛 لما يقول كلمة حلوة عن مغرب بيقوله لي كده. فواضح ان نسمى حلمي كده هو كمان. متلعب مع لقجع وبيأخذ فلوس من المغزن. وانا ايزة بالله عمد. فاننا نسمى وانا احضر لغ و ههو الفرعون المغريبي بلاك مجدي ده amazing you like the black magic him. ده اه. عشان حابب اعرف بس شكرا لان الله في كوكب لالا والله كنفعونا جميعا كل من تعامل مع المغربة كل من رأى اسلوب التعامل بتاع المغربة كل اللي شاف رد فعل المغربة عليه كل اللي شاف قد ايه المغربة ذوق ومديافين وطريقتهم حلوة في الكلام يعرف على طول انه لازم هيطلع يقول تصريحات زي دي اشهادة بالشعب المغربي وبسلوكه واخلاقه وروحه العالية كل ده انت هتقوله من هنا وكوكب لالا هيقول عليك ان انت متلعب مع لقشع من هنا مهو اي حاجة فيها المغربة متلعب مع لقشع على طول لان الله في كوكب لالا صحفي امريكي او مصور مهم بيعمل فيديوهات عمل قبل كده فيديوهات عن الجزائر وقال مميزات زيارة الجزائر فجأة طلع قال الكلمة اندول هو كان بيمتح جدا في الجزائر بيقول زور الجزائر دلوقتي قال الكلمتين دول طبعا اكيد في حاجة عصرت له في كوكب لالا خليته عرف الحقيقة يعني اقول لك انا بقى المزايا بتاعت المغرب ناس محترمين رقيين يحسوك ان انت بن بلدهم يتعاملوا معك بمنتهى الادب بيبتسموا في وشك بيعملوا الضف بمنتهى الادب والاخلاق كرماء جدا ذوق جدا نضاف التعامل من جواهم سلكين يعني زي ما احنا بناقول في مصر كده ما عندهمش الحدد اللي مش حلوة اللي جوا دي ما عندهمش حقدة على حد ما عندهمش لان هما شبعانين تاريخ وعندهم حضارة ناس محترمة غالبية اصدقائي مغربة وتعاملاتي غالبيتها مع مغربة ودي حاجة بتشرفني ففي مميزات كتير مش خمسة بس يا بش بس انت اكيد شفت حاجة في كوكب لالله احنا مستنين تقولينها يا اي بقى لو في حد عندكم يعني منكم عنده علم الراجل ده شاف ايه في كوكب لالله خلاي يقول كده بعد ما قال زور الجزائر ياريت تقولونها ها لان الله في كوكب لالله